من هم العناصر نادي الزمالك؟ تراهم أكثر العناصر تميزاً في فريق نادي الزمالك؟ كل اللعبين كما قلت يمكن العديد من اللعبين الذين ينتركون العديد من الأمراض يزيزوا طبعاً وشيكابالا الذين يحرزوا الهدف هم رائعين جداً لديهم السرعات يستطيعون استخدام سرعتهم في أكورة الخدم ويستعني غيروا من طريقة لعبهم خلال المباراة كل اللعبون بلا استثناء في اللعب الزمالك أقوية جداً ولديهم الخبرات والمهارات هم لعبون لديهم الخبرات الكبيرة لديهم الرغبة يلعبون في فريق جماعي وأعتقد أنهم اليوم فريق قوي جداً وسيبقوا على أداء جيد يقدون أداء جيد في التوريق حضبكم في الكونفدرالية الأفريقية؟ أعتقد أن المباراة القادمة سنسعى للفوز وسنفوز وهذه منفسة وكما أقول دائماً ودائماً عندما يكون اللاعبون يوجد لعبون فيوجد المنفسة يجب دائماً أن تلعب من أجل الفوز أن تستخدم كل الوسائل كي تفوز إذا لم تفوز هذا شيء آخر ولكن بعد مباراة الزمالك يجب الإعداد الجيد ويجب التركيز أنك تريد الفوز نحن نعطي كل أفضل ما لدينا كي نفوز وكي نعطي الأفضل بشكل عام ما هي خطتكم مع الفريق في المستقبل؟ بوسليم أو ماتش الزمالك؟ بشكل عام سواء في الدور المحلي أو في الكونفدرالية الأفريقية هدفنا طبعاً هو الفوز الفوز دائماً نحن نريد أن نجمع الخبرات للفريق نحن نلعب البطاقة نفوز نريد أن نفوز فقط طيب عظيم جداً نريد أن نرجع تاني لنادي الزمالك ويقى المباراة سألتك عن أكثر اللعيبة اللي هم كانوا كان لهم أداء متميز طيب أنت قلت لي أن تريد أن اللعيبة كلهم يعني على نفس الأداء وكانوا من الخطورة بمكان سؤالي هو وأنتم يعني بتضعوا الخطة اليوم لمواجهة النادي الزمالك ما هي مفاتيح لعب نادي الزمالك التي كنتم بتحاولوا أن تتعاملوا معها مبدئياً على مستوى الدفاع نحن استطاعنا أن نركز على الفريق أن نخرج بالكرة بشكل سليم من الخلف وأن نلعب التمريلات الكثيرة كي نستطيع الاختراك ثم نبحث على اللاعبين على الأطراف من أجل استغراك ومن اختراك الدفاعات ومن ظهر الشكفالة كي لا يجعل الدفاع ولكن طبعاً هذا ما كان نركز عليه على مستوى اللاعبين أن يرجعون للخلف وكما في الهجمات المرتدة وأن يقابلوا الفريق الزمالك من الأمام محاولات الدفاعية والضغط على الفريق من المناطق الأمامية لفريقنا الزمالك ثم نحاول أن نحتكل الصغرات نعال